موسيقى عاجل خطاب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل كتائب القسام جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومداه السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جول 14 برو ماكس وساحب على ميد ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة عاجل خطاب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت إنها فقدت الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى وأن مصير هؤلاء لا يزال مجهولا وأضافت كتائب القسام في بيان عبر تيليجرام أنها دمرت 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كل محاور التوغل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم كتائب القسام جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومدى أكد المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية أبو عبيدة استمرار التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة بعد بلوغه يومه الثامن والأربعين نؤكد القدرة على الثبات والاستمرار بالتصدي مهما ازدادت شدته وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام وثقت استهداف ثلاثمائة وخمس وثلاثين آلية عسكرية إسرائيلية مدرعة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة أبو عبيدة العدو قصف قواته على الأرض ظن منه أننا أسرنا جنوده أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة في كلمة له اليوم الاثنين عدة عمليات واستهدافات قام بها مجاهد كتائب القسام خلال الساعات الاثنين وسبعين الماضية مؤكدا تمكنهم من استهداف ستين آلية عسكرية إسرائيلية من مختلف الأنواع وكشف أبو عبيدة أن الآليات العسكرية تم استهدافها في محاور جنوبي حي زيتون وفي حي الشيخ رضوان وحي لتوام غربي مخيم جباليا وفي بيت لاهيا ثلاث منها ناقيلات جند موطحا أن أغلبية الاستهدافات كانت بقذائف اليسين مئة وخمسة بالإضافة إلى عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواض وقذائف تاندم خمس وثمانين أبو عبيدة استهداف ستين آلية عسكرية صهيونية خلال اثنين وسبعين ساعة قال أبو عبيدة تمكن مقاتلون من تدمير ستين آلية عسكرية إسرائيلية منها عشر ناقيلات جند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة كما تابع قائلا نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده في عملية نفذناها ضد ناقلة جند في مدينة غزة وأشار إلى أن المقاومة نفذت عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح وقد سمع مجاهدون صراخ جنود العدو واستغاثاتهم وقال في هذا الصدد إن مجاهديه استهدفوا في حيل توام ناقلة جند وأصابوها بشكل مباشر فنزل منها ثلاث جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد ورسح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده وأن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين منوها إلى أن الحالة الهسترية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر أبو عبيداء محرقة الاحتلال ضد شعبنا بداية نهايته وانهياره قال أبو عبيداء المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سينكسر وأضاف في كلمة مسجلة مساء الاثنين أن العدوان سينكسر لكن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر وشدد على أن محرقة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هي بداية نهايته وانهياره وتابع لن نركع إلا لله والشدة والكرب الذي يعيشه شعبنا بفعل العدوان الهمجي والخذلان الرسمي سيؤدي إلى اشتداد عود شعبنا ومقاومتنا عملية نوعية أبو عبيدة دمرنا ستين آلية إسرائيلية في الأيام الأخيرة أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير ستين آلية عسكرية إسرائيلية منها عشر ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة مؤكداً إقاع قتلى في صفوف قوات الاحتلال المهاجمة وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة إن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في القطاع وتحدث عن عمليات نوعية نفدها مقاتل القسام في أكثر من وحور من محاور القتال في غزة أبو عبيدة محرقة الاحتلال ضد شعبنا بداية نهايته وانهياره قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سينكسر وأضاف في كلمة مسجلة مساء الاثنين أن العدوان سينكسر لكن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر وشدد على أن محرقة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هي بداية نهايته وانهياره وتابع لن نركع إلا لله والشدة والكرب الذي يعيشه شعبنا بفعل العدوان الهمجي والقذلان الرسمي سيؤدي إلى اشتداد عود شعبنا والبقاومتنا عملية نوعية أبو عبيدة دمرنا ستين آلية إسرائيلية في الأيام الأخيرة أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير ستين آلية عسكرية إسرائيلية منها عشرون طيلات جند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة مؤكداً إقاع قتلى في صفوف قوات الاحتلال المهاجمة وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة إن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في القطاع والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث في غزة لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولاً بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر